أمينة صباح الخير مشاهدين نعم أمينة حسب أيضا من المرتقب عوطة الأمطار من جديد على بعض الولايات من الوطن هكذا نعم بالفعل أمينة إن شاء الله ياربكم أمطار خير بحول الله بداية بعد ظاهرة اليوم نتوقع إن شاء الله دخول اضطراب جوي حيكون من متوسط إلى ناشيطة الفعالية رح يكون محمل ببعض الأمطار نوعا معتبرة محل يوم تكون أمطار على فترات هو الاضطراب الجوي بحول الله رح يدوم حوالي ثلاثة أيام إن شاء الله أو تكون أمطار متفرقة تميز أغلب المناطق الشمالية بكمية ما بين 30 حتى 60 مم محليا نشوفوا التفاصيل ونبدأوا بالتنبيه الذي أصدرته صباحة اليوم مصالح الأرصاد الجوية حيث أكدت من خلاله على تساقط أمطار رعدية غزيرة بكمية تتصل أو تتعدى 30 مم محليا وهذا بداية من منتصف نهار اليوم لتسام الأمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية فجر يوم غد الاثنين بحول الله الولايات المعنية الجزيرة العاصمة تيبازات زيوزو شلف مصطغانم كذلك ولاية عين الدفلة لمدية بومردانس لبويرة وولاية البوليدة الآن نشوف مع بعض المشاهدين فيما يخص أقول خلق تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة بداية من يوم غد لاثنين لغاية يوم الأربعة إن شاء الله نتوقع إن شاء الله يوم غد بعض الأمطار تحترف كل من ولايات مصطغانم شلف كذلك وهران حتى على تلمسان وصول إلى غاية تيبازا كما نلاحظه في الصورة لكن بالجزيرة العاصمة أقول خلال الصباح تكون أجواء مستقرة في حدود منتصف نهار يوم غد إن شاء الله ستدخل الأمطار إلى جزيرة العاصمة البوليدة المدية كذلك تلتحق ببعض المناطق الشرقية عبر كل من ولاية تيزيوزو بومردانس حتى لبجاية جيجي القسنطينة كذلك على ولاية الصيف أمطار نوعنا متفرقة وكمية ما بين 20 حتى 40 مم بحول الله بالنسبة لصباحة يوم الثلاثاء إن شاء الله مشاهدين رح تكون أجواء مستقرة على أغلب المناطق الشمالية للبلاد لكن خلالها في حدوث الساعة الثانية بعد زوال يوم الثلاثاء بحول الله رح يتقل اضطراب جوي آخر من نوعه لكن كمية نوعا ما تكون متوسطة حوالي 20 إلى 30 مم حترافة كل من ولاية لمسان سديب العباس واران معسكر سعيدة وكذلك ولاية مستغانم حتى على ولاية شلفو وتيارت يرتقى بإن شاء الله في حدوث الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء ستنتقل الأمطار إلى الجزائر العاصمة البوليدة المدية كذلك البويرة بحول الأمطار نوعا ما كذلك كمية ما بين 20 إلى 30 مم محليا تكون أكثر اعتبارا مع فجر يوم الأربع على جزائر العاصمة البوليدة المدية كذلك البويرة بومردس حتى على تيزيوزو تيارت حتى كذلك على البير لغوات وولاية الجلفة إن شاء الله بالنسبة ليوم الأربع إن شاء الله تعاود درجة الاستقرار والصفاحة وهذا على أغلب المناطق الشمالية للبلاد درجات الحرار المرتقبة إن شاء الله خلال الساعات المقبلة مشاهدين بداية من يوم غدال 2 إلى غاية يوم الأربع توقع دائما نفس الكتلة الهوائية نفس درجات الحرار المرتقبة خلال الصباحة وكذلك الأمسية أجواء باردة رح نسجل ما بين حوالي صفر درجة إلى غاية عشر درجات وهذا على أغلب المناطق الشمالية للبلاد تكون دون الصفر على ولاية باتنا ميلا وخنشح حوالي درجتين إلى ثلاث درجات تحت الصف المرتقبة خلال الفترة الصابحة والأمسية كذلك الهواء البارد المناطق الجنوبية تأثر به وعليه فإن الأجواء تكون باردة على كومين بشار بن عباس غردايا المنيعة كذلك بسكرة ولد جلال والوادي وعليه رح نسجل خلال فترة الصابحة والأمسية بالمناطق الجنوبية ما بين حوالي أربع درجات إلى غاية 12 درجة وأعلى مقياس خلال الفترة الليلية والصابحة حوالي 16 درجة بالنسبة للظاهرة تبقى دايما الأجواء الباردة تميز المناطق الداخلية وهذا خلال الظاهرة أدنا مقياس حوالي 7 درجات مرتقب على كل من ولاية الجلفة تيارت عامة مشرية البيض حتى على قسنطينا سطيف برج بوريج باتنا ميلا واخش كذلك لقلمة سوقها ستبسة وأم البواقي ما بين حوالي 7 درجات إلى غاية 12 درجة أما أعلى مقياس بشمل البلاد سيصل إلى غاية 20 درجة إن شاء الله خلال الساعات المقبلة بالمناطق الجنوبية مشاهدين إن شاء الله خلال ظاهرة الثنين إلى غاية ظاهرة يوم الأربعة رح سنسجلون بين حوالي 14 درجة كأدنى مقياس بالجنوب الجزائري وأعلى مقياس مرتقب حوالي 30 درجة وهذا دائما على مدينة إنجزا وبرج باتجي مختار حالة البحر إن شاء الله مشاهدين بداية من يوم غدا الثنين إلى غاية يوم الأربعة يبقى دين من بحر هادي إلى قليل التراب وهذا على طول الشرط الساحلي كما نلاحظه في الصورة خاصة يوم غدا الثنين وحتى يوم الثلاثة مع اتجاه الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية على طول الشرط الساحلي وعلو الأمواجدين يتعدى النصف متر إن شاء الله خاصة عن السواحل الوسطى وشرقية ويصل إلى غاية المتر إلى المترين عن السواحل الغربية لكن إن شاء الله يوم الأربعة مشاهدين اللحظه حيكون هناك بحر نوعا ما مضطرب إلى هائج بالخصوص على سواحل مستغان وصوين غاية سواحل التنس كذلك وهران نحن تكون رياح قوية الحق سرعتها خلال صباحة يوم الأربعة سوعة الرياح ترحق إلى غاية 60 أو 70 كم في الساعة مع اتجاه موجة تبقى دايما غربية إلى شمالية غربية إن شاء الله بالخصصة على السواحل الغربية لكن على السواحل الوسطى وشرقية يبقى دايما البحر يحافظ على الهدوء والاستقرار إلى غاية يوم الأربعة المقبل إن شاء الله بهذه التوقعات مشاهدنا سريطي ورقة تحول التقص نعود الآن إلى أمين لاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حصيبة على كل ما قدمت إلانا فيما يخص